تحت رعاية سعادة سيد أيمن بالتوفيق المؤيد رئيس مجلس إدارة صندوق الأمل افتتحت شركة ديلا سبريسو التابعة لمحفظة مشاريع الأمل الاستثمارية والمصنعة لكبسولات القهوة والشاي المحلية منشأة تصنيعها الجديدة هذه المنشأة تأتي لتكون مقر الانطلاق الجديد لهذه العلامة التجارية البحرينية من المملكة إلى العالم رواد الأعمال البحرينيون يبدعون في التفرد بأفكارهم ومشاريعهم التي تأتي دائما لتكون الخيار الأول محليا وتنافس على أن تكون في المراكز المتقدمة عالميا ديلا سبريسو من هذه الشركات التي استطاعت أن تبني لها اسما مرموقا في عالم الكبسولات الذي تسيطر عليه الشركة العالمية لتكون هي الشركة المحلية التي تلبي ذائقة المواطنين والمقيمين وتنطلق لتغزو الأسواق العالمية بصناعة بحرينية مميزة اليوم المصنع هذه غير عن المصانع الثانية التي نرى بمعنى أن المنتج مختلف عن المنتجات الثانية بالإضافة إلى نقطة جدا فريدة من نوعها أن هذه المنتجات تم تصميمهم للسوق المحلي أولا وبعدين السوق الغليمي وبعدين السوق الدولي فطبعا فرحتنا مثل ما قلت ما تكتمل إلا بفرحتهم هما إطلاق المنشأة الجديدة يأتي في إطار جهود الشركة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي المستمر حيث تم تجهيز المنشأة لدعم زيادة الطاقة الإنتاجية بعشرة أضعاف لتنتج سبعة أنواع من كبسولات الشاي وثلاثة عشر كبسولة قهوة مع التركيز آل القهوة العربية من 2016 بدأت الفكرة بدأنا بالمشيناري الماتيري اللي نسوي البحوث مال الرسيرج التطوير مال المنتج في خلال ثلاث سنوات في 2019 هني بدأنا نبيع أول منتج حقنا الحمد لله من هاي الدعم اللي حصلنا من بيبان رفع إنتاجنا إلى حوالي عشرة أضعاف الإنتاج السابق اللي كان عندنا وحاليا نحن نشتغل منتجاتنا نباع في دول خليج الخطة إن شاء الله خذها لكم سنة لخمس لعشر سنوات القادمة أن نحن نبيع منتجنا في كل منطقة أو كل دولة من دول العالم شباب بحريني ملهم وطموح يبتكر ويضع استراتيجيات تطويرية تتنسب مع المتغيرات العالمية يبرز دوره الهام في تنمية الاقتصاد الوطني مشاريع وطنية تسهم في زيادة التصدير المحلي صنعت في مملكة البحرين لتلامس ذائقات العالم أجمع شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة